ألف وتسعمائة وواحد وأربعون مجموع فرص التوظيف عبر مسابقات وطنية في موريتانيا خلال العام 2014 تنافس للحصول عليها أكثر من 32 ألف مترشح ذلك ما أورده التقرير السنوي للجنة الوطنية للمسابقات الخاص بوضعية الاكتتاب في البلاد وحسب التقرير الذي سلم الثلاثاء للوزير الأول كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية فإن فرص التوظيف خلال العام المصرم توزعت بين سبعة قطاعات وزارية ومؤسستين عموميتين وبالعودة إلى تقارير اللجنة في العامين السابقين يلاحظ تزايد فرص العمل عبر المسابقات الوطنية حيث بلغت حدود 1500 فرصة خلال العام 2013 فيما بلغت خلال العام 2012 1300 تصريحات الحكومة الموريتانية ظلت تؤكد ما تقول إنها خطوات حذية تهده من خلالها للحد من أزمة البطالة عبر الوكالة الوطنية لتركية تشغيل الشباب والصالون التشغيل الذي شهد العام 2014 تنظيم نسخته الثانية بإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني خطوات لم تبدد مخاوف العاطلين عن العمل حيث كان العام المصرم شاهدا أيضا على عشرات الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها حملة الشهادات المطالبين بالتشغيل بما فيهم حملة شهادات عليا في تخصصات علمية هامة يقولون إن البلاد بحاجة إلى خبراتهم وتبقى قراءة التقرير الجديد الذي كشف عن تغطية فرص التوظيف المتوفرة خلال العام 2014 لأقل من نسبة 6% من حاجة العاطلين عن العمل تبقى بحاجة إلى الإعادة أكثر من مرة حتى تنسجم مع تصريحات وزير الاقتصاد السابق سيد ولتاه حول تراجع نسبة البطالة في البلاد إلى 10% بدلا من 31% عام 2008